وهكذا لما قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع ما في طعام قال وارزقهم من الثمرات وجاءت الثمرات ولا زالت الثمرات تأتي إلى مكة حتى الآن فإذا لاحظوا يا إخواني إبراهيم قال رب اجعل هذا بلدا جعله الله بلدا قال اجعل هذا البلد آمنا جعله آمنا وهذا هو الأعم الأغلب من حال مكة لو حصلت أشياء فهي استثنائية لكن ما هو الأعم ما هو الأغلب الأمان أرزق أهلا من الثمرات جاءت الثمرات الآن من أنحاء العالم الفواكه واللحوم والخضروات والمصنوعات والملبوسات إلى مكة إلى مكة إلى مكة وأشياء يأتي بها الحجاج غير الحجاج والتجار قال واجعل أفئذة من الناس تهوي إليهم ماذا يحدث الآن هذه الأيام أفئذة أفئذة تهوي تهوي مئات الآلاف مئات الآلاف مئات الآلاف شوف دعوات الخليل ابعث فيهم رسولا بعث محمد صلى الله عليه وسلم إبراهيم يدعو والله يستجيب إبراهيم يدعو والله يستجيب ويؤمر إبراهيم وأذن في الناس بالحج والله يستجيب ويسوق الناس إلى مكة وعلى كل ضامر ويأتينا من كل فج عميق وعلى الدواب ومشاتا وركبانا ويأتونا الآن تتخيل على دراجات مشات في الطيارات في السفن في السيارات في الدواب كله سبحان الله مكانة الخليل عند الله عرف الله ووحد الله ودعا إلى الله وهاجر إلى الله قال إني مهاجر إلى ربي من العراق إلى الشام ثم من الشام إلى مكة إبراهيم أبو الأنبياء إبراهيم مكانة عظيمة عند الله يدعو والله يستجيب يجب إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا من أنحاء العالم حتى فواكه الصيف تجي أشياء من الشتاء في الصيف وتأتي أشياء من الصيف في الشتاء من أنحاء العالم يجب إليه ثمرات كل شيء استجابة إثر استجابة أولم نمكن لهم حرما آمنا أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وهذا البلد الأمين وحدد الله لإبراهيم مكان البيت وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أعظم بنيان في العالم والأحكام تتعلق بموضعه فلو زال بنيانه فإن موضعه الأحكام مرتبطة بي وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ويستقبل في الصلوات وبني على التوحيد ومزرع مزروع في القلوب محبة هذا البيت سبحان الله الناس لو خرجوا منه اشتاقوا إليه ما تكاتل ما في أحد تجد يقول خرص شبعنا من مكة ولا نريد العودة إذا واحد راح وجلس وسافر عنه لازم يشتاق لازم يشتاق ليرجع سبحان الله هذا الماء المبارك فيه وهذا الحجر الأسود من الجنة من الجنة وهذا الركن ومقام إبراهيم يا قوتتان من يواقيتها ما في حجر يمسح تعبدا إلا الحجر الأسود لحط الخطايا ليس تبركا ليس أخذا للبركة من الحجر عمر يقول رضي الله عنه إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك أول بيت وضع الناس للذي ببكة بكة ليش ثم يتبكة لأنها تبك أعناق الجبابرة أبرها حاول وغير حاول وانكسرت سفل البرتغاليين الذين جاءوا لغزو مكة انكسرت في البحر وردوا صاغرين وهذه الأحكام العظيمة المتعلقة بهذه البقعة الشريفة بوان الإبراهيم مكان البيت ثم المسجد الحرام الدائرة الذي بعد المسجد نفسه والصلاة فيه بمئة ألف ثم دائرة الحرم انظروا إلى صورة صورة حد الحرم حدود الحرم هذه من الجهات المختلفة هذه حدود تقريبية هذه الصورة أو هذه الرسمة لحدود الحرم نجد أنها ليست سواء في بعدها عن الكعبة في مناطق من حدود الحرم أقرب من مناطق وفي مناطق أبعد من مناطق إذا لاحظوا يا إخواني أول دائرة أول شيء ما هي أول بقعة الكعبة بوان الإبراهيم مكان البيت الذي بعده هذا المسجد الحرام المسجد الذي بعده ما هو الحرم منطقة الحرم والذي بعده يا جماعة رابعا المواقيت ذو الحليفة الجحفة يلملم قرن المنازل ذات عرق شوف لاحظ دائرة المواقيت أبعد ما في واحد يجي ليحج أو عمرك بفيابه لا من الميقات يحرم من الميقات سبحان الله كيف عظم بيته وقال إن من مشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا ويجي كل واحد في تواضعه كاشفا رأسه متجردا من المخيط يلبس الرداء والإزار يذكرانه بالآخرة بلا ما يمنع من الطيب وقربان النساء تعظيما للعبادة التي في هذا المكان في العبادة التي في هذا المكان سبحانه قال عليه الصلاة والسلام لا يحجن هذا البيت ولا يعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج راه أحمد وحديث حسن ولذلك لابد أن نعظمه وقال عليه الصلاة والسلام استمتعوا من هذا البيت استمتعوا والله يغار على بيته ولذلك في آخر الزمان بعد المسيح بن مريم إذا نزل من السماء وسيحج المسيح إلى مكة إذا نزل من السماء ثم إذا مات عليه السلام وجاءت الريح وقبضت أرواح المؤمنين وخرج يأجوج خلاص إذا قبضت أرواح المؤمنين ما في حج عمره ولا يبقى في الأرض من يقول الله الله فيغار الله على بيته أن يكون خلوا معطلا فيبعث ذو السويقتين فينقضها حجرا حجرا فتقوم الساعة لاحظ يا مسلم يا عبد الله أن البيت هذا قوام البشرية ما هو قوام البشرية على الاقتصاد ولا على التقنية قال الله جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس قياما للبشرية قيام دينهم ودنياهم فإذا هدمت الكعبة في آخر الزمان أفنى الله البشرية أفنى الله البشرية إنه أمر عجب إنه أمر مدهش إنه أمر عظيم ومن يعظم شعائر الله فإنه من تقوى القلوب أيها الإخوة والأخوات سيكوننا بمشيئة الله تعالى من ابتداء من يوم الأحد القادم الساعة التاسعة والنصف مشيئة الله يوميا بمشيئة الله برنامج بمناسبة العشر والأضحية وعرفة والعيد سيكون لنا حديث بمشيئة الله عن المشاعر والعبادات العظيمة في هذه العشر لعشرة أيام بمشيئة الله ابتداء من الأحد القادم بعد الصلاة العشاء التاسعة والنصف بتوقيت مكة ليليا بإذن الله سيكون لنا موعد معكم ونتحدث بالتفصيل عن هذه العبادات العظيمة أستمتعون